نظم العشرات من طلبة وأساتذة جامعة الموصل وقفة تضامنية مع غزة طالبوا خلالها بوقف الحرب على القطاع ومقاطعة المنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني المشاركون بالوقف اعتبروا أن أي إنسان لديه مبادئ لا يستطيع أن يتحمل ما يحدث مع أهالي غزة مؤكدين تضامنهم مع طلاب العالم من أجل إيصال صوتهم إلى عمق الكيان الغاصب الذي يرتكب المجازر بحق الفلسطينيين مشددين على استمرار حملات مقاطعة الشركات التي تدعم الاحتلال اليوم مرة أخرى ليثبتون عزيمتهم على المضي مع القضية الفلسطينية ويثبتون للعالم بأن القضية الفلسطينية هي موحدة للشعوب موحدة للأمة طلاب جامعة الموصل اليوم موقفا مشرف سيشهد لهم يوم القيامة إن شاء الله الطلاب رافضون للعدوان الصهيوني الذي يحصل على غزة الأشلال التي تقطع ليست دمى ولا ألعاب الأشلال التي تقطع هي عار على جبين من يدعون الإنسانية من الأنظمة العالمية جامعة الموصل كجزء من المكون العراقي كجزء من السياسة العراقية الثابتة أزاء العدوان الإسرائيلي وأزاء الكيان الصهيوني نحن جزء من هذا الحراك هذا الحراك ما عاد فقط في أروقة الجامعات أو في أروقة الكليات الكليات امتد إلى كل أنحاء العالم شفنا وقفات تضامنية في الجامعات الأمريكية وهي تحدث لأول مرة شفنا عملية مقاطعة بدأت تحدث في كثير من دول العالم شفنا أمور مفرحة حقيقة حتى أن أهل المطاعم بدأوا يقاطعون المنتجات والشركات الداعمة للاحتلال ولمجرمية الحرب من الكيان الصهيوني ولهذا ندعو إلى استمرار المقاطعة وتوسيعها لتشمل كافة الشركات المساندة لهذا الاحتلال الغاشم